نارسيسيك هذه الحالة باشتفهم زيان هما الاكترية حقيقة ديال العائلات التي تكونوا ضحية ديال هاد العلاقات هذه الحالة يلا اشتهى هاد الصباح المهم دي واحد السيدة اللي قتلى اشنو المشكلة عندك قتلين دابا يعني تنعيش واحد ديال الاكتئاب ودابا يعني نتيجة العلاقة ديال واحد الرجل كان معايا اللي مجوجة به وعمري ما عرفت على انه بيرفير نارسيسيك جزينا قتلها اشنو هاد بيرفير نارسيسيك يعني اشنو كانت يدير لك يعني هذا الرجل هذا قتلين مهم نبلولا انا كانت يحسبني بانه تحبني وتيقل الكلمة زوينين ومن بعد يعني كانت صراعات دائما يعني في العلاقات يعني بوحد طريقة اللي يعني تيبقى يغوت معايا يعني تيعصبني تينيربني يعني حقيقة زعما كنت عايشها يعني انه كنت عايب حيلة زعما حايشة في واحد القفص يعني محبوسة مشجونة كان مغياء كان مشكاك كان يراقبني مثلاً فانمشيت فانجيت يشوفني يعني في اي رحبة مشيت تدير واحد لا جيولوكاليزازيون تديروها باعد نوبات في الطنوبة باش يراقبني فانمشيت فانجيت يقطع لي يا جميع العلاقات مثلاً يعني ما عنديش الحاق بحدة بانتنخدمه ولكن ما انك بليش نزيد الخدمة كتير يعني هو تقولي لا ما كيلاش تخدمه هو حقيقة أنا ما فهمتش علاش هو تتصرف معي بها الطريقة هك وكان حسوا يعني العلاقات الجنسية عليهم كل وقت تكون هل اقنوبة في النار ولا جنوبات في النار كل ما تقلق هو وكان معصب ومقلق كل ما يعني حسوا العلاقات الجنسية بحل واحد الوسيلة باش يفره يعني باش يعني ما يبقاش مقلق ومعصب وطبعاً يعني أنا وخا ما كنش زعمتها بغي يعني ذلك العلاقات وكذا يعني ما جبرش كيفاش نخرج يعني بحيلة مش جونة في أحد العلاقة ما جبرش كيفاش نخرج منها وتي خليني بحيلة أنا زعمة يعني تنبغيه وفعلاً يعني كنت تنبغيه يعني مثلاً في الأول يعني حتى الزاء يعني أبقيت واحد لي هذه عماين وأنا معدبة معاه ومكرفسة معاه حتى وصلت يعني لهذه الحالة هذه فنوصلت يعني ومبقيتش نطيق العلاقة يعني معاه تماماً بحيث يعني واحد نبغيه كنت مع الصباح مع الصباح ودربت وجهها بطرشة اللي أول مهم يعني يصورني يعني يعني أخي زعمة وكانت يصورني مثلاً وكانت يصورني مثلاً مهم أرفع ليه قاع دعوة دبا من بعد قتله أنا ما نبغيه كمان صافي قتعت هذه العلاقة معاه تماماً وطلقت منه ولكن هو دبا رفع دعوة قاع قضائية علية لأنني مثلاً ضربته يعني وأنني كذا واسمته سوء المعاملة وهو دبا اللي حقيقة يعني كانت يسوء المعاملة معاه إذا أنا قلت لها وعليش ما اتفقتيش عليهم في اللول مدام يعني تقلوا بالمثل الداريجي ضرب الحديد من حده سخون مدام في اللول يعني حسيت بهذه المعاملة وعمره ما تغير على أي حال بقاتل العلاقة دياله معها هذي عامين يعني هو إياها كنار عايشة في الجحيم المرأة يعني في الجحيم يعني قتلينها مجبرش كيفاش نخرج من هذه العلاقة يعني وكان المفروض على أنها هي اطلق من الأول وهو عنده واحد الغيرة مرضية ذاك الغيرة مرضية هو اللي كانت تخليه يتبعها يراقبها في أي رحبة ويدلالجيولوكاليزازيون يعني وسجنها يعني سجنها وتيهددها يعني هو كانت يصورها وليك شي تيهددها تقول له إذا ماشي نارد تيكا وإذا ماشي نارد تيكا وإذا ماشي نارد فادها وبقضائي عليك وكذا وهي يعني يعني تتولي ذا ما ماشي معاه في نفس الخط رغم على أنها هي بريئة وهو المجرم إذا هذه العلاقات هذه تسمى علاقات إجرامية ديغولاسيون توكسيك اللي مثلا تتخلي الإنسان يفقد الصواب دياله ويفقد العاقل دياله وهي عايشت على أي حل يعني عامين في الجحيم يعني الحمد للعامين ولكن يعني الأكترية دي النساء يعني تعيشوا عشر سنين وخمستاش العام وعشرين عام وثلاثين عام فهذا العلاقة بحالك وهو مؤكد على أنه لا بقيته في هذه العلاقات يعني أي مرة تتعيش في الجحيم حالك وبقال في هذه العلاقات عارف بأنك أرد ترى لك شي مرض خطير يعني أرد تموتي قبل الساعة ديالك يعني هناك بعض العلامات بعد نبتل يرد جيك وكذا يعني سواء من ناحية الصحية طلع لك تنسيون يجيك سكار يجيك الهازم يجيك الكولون يجيك ما يسمى يعني دي مالادي بسيكوسوماتيك علاش هدلي مالادي بسيكوسوماتيك هي أمراض عضوية عند علاقة بالأمراض النفسية وانتين ماذا لانت تبقى عيش هدك العذاب ومعدبه ومكرفصه اليوم وغده اليوم وغده هي لا ما خرجتيش من ذاك العلاقة بحاكي مادات السيدة الحمد لله ماذا عمين خرجات من هذه العلاقات كي ما قتلي أنا قتلي في الأول مجبرش كيفاش نخرج من هذه العلاقات ولكن من بعد لوسطات الأمور تل هذا الحد عاد خرجات يعني حقيقة يعني ماذا قول المرأة المرسوينة يعني عندها جميلة جدا وأي مرأة يا رجل زعمها حقيقة يتمنعها ولكن يعني رغم ذلك كانت عيشة في أحد العذاب الأليم إذاً علش سنعرض عليكم هذه الحالة باش تستفدوا يعني مثل إذا كانت العلاقة التوكسيك علاقة اللي ماشي مزينا من الأول وانتو ما عايشين يعني في هذا العذاب من الأفضل كما تنقول هذا بالحديد محد وصخون يعني حصك تفضي في العلاقة في الأشعر الأولى كي الحب وكي الغيرة المرادية وما كانش يحبها وفقط غيرة مرادية وذلك العلاقات الجنسية اللي كانت يدير دائماً معها فقط يعني باش على أنه يقضي لها على الرغابات الجنسية لأنه اللومبرانو اللي تيكون عنده الغيرة المرادية دائماً تيشك في المرادية له دائماً تيقول على أنها يردير شي علاقة مع شراش وحد أخر أجي ندير معها علاقات بزاف بزاف الحالة اللي جاوني بحال هكا تيكون الرجل عنده علاقة فشل في العلاقة الجنسية نتنسو له مثلاً تيقول لنا نحسني ندير معها كل نهار وهو علش هستو يدير معها كل نهار باش يشبه على المراد لأنه عنده غيرة مرضية لأنه هو تيقول هل خرجت تقدر تدير علاقة مع شي واحد أرى إذا ما نخليها دائما تكون شبعانة من ناحية الجنسية باش ما تدير لهاكا ولا هكا إذن هذه علاقة ديالك ما أشعرنا طبعاً هي ولستير عامين ولكن أغلبية النساء ديالنا رات يبقى طول العمر ولكن طول العمر يعني عارفوا بأن رات تسلط عليك أمراض خطيرة إذن لا يكلف الله المسن إلا وسعى إذا كانت المرأة يعني يا راجل بحال هذا القبيل هذا يعني اللي عنده اضطرابات شسخية دياله اللي عنده غيرة مرضية اللي يعني يقاتلك اللي ينساجنك اللي يعني يقاضي عليك قاضي عليك يعني الهواطف ديالك اللي تيلعب بلك مثلاً تيجي بالكربية بأنه تيبغيك وما تيبغيك كما هو يعني السوسكون أبل المانيبولاتيون يعني فهمتين البرفير نارسيسيك تيكونون دي كرون مانيبولاتور راي يلعب بالهواطف ديالك يلعب بالشخصية ديالك باش هو يقضي عليك يعني مثلاً وتيكونوا بحكي ما قادت لي أنا جسجة لأبخوا دياله والفريسة دياله يعني تيقضي عليها يعني الليمولي كان يعني تينزل من القيمة ديالها تيسبها تيجتمها تيعدبها تيتكرفس عليها يعني تيحطمها تيحطم الثيقة اللي فيها باش يعني تتفقد هي الثيقة في نفسها وتتولي الفريسة دياله الأبخوا الأبخوا هو مثلاً يعني ذاك الأسد مثلاً أو ذاك الحيواء المفتريس راي يقرب لك ويبقى يعدبك ويكرفس فيك وكذا حتى تتلاح يعني يا كاك ومني تتلاح حتى يأكلك عندنا كانت هذه القصة ديال السيدة هذه تنتمنى على أنكم فهمتوا هذه الحالة هذه تنتمنى وإن شاء الله أنكم ما تعيشوش دائماً العذاب يعني طوال العمر ديالكم إما كيما تقولوا اسميتو إما تعيش مزيان إما طلق مزيان في أقرب الأوقات قبل يعني ما تموت قبل الساعة ديالك عندنا تشاركونا فيسبوك تتمنى ويعني تشاركونا فيسبوك دكتور بنياشو في تيك دكتور بنياشو في انستغرام دكتور بنياشو في تيك توك دكتور بنياشو رقم العيادة 05-22-26-52 رقم الواتساب 06-64-0-0-30-30 أو 06-64-0-95-0-6-6-4-0-4-5-5-0. الواتساب معمول فقط للفحص للناس اللي بغي الفحص ما تنديروش الاستيشارات هاتفية خط عيط ما ننتش عليك ولا بسلت عليه في تليفون تتعيط ننبلوكيك يعني فقط للفحص إذن إذا كنت بغي الفحص ستقل لي اوكي بغي الفحص سيفت لي الكود جوفي نكونسلتاشون ولا أعطي نكونسلتاشون وأنا ننتصر لك إن شاء الله أدام الله عليكم الصحة والعافية